اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا اللهم شفع فينا الصيام وشفع فينا القيام وشفع فينا صلاتنا يا رب العالمين اللهم شفع فينا شهر رمضان اللهم شفع فينا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا رب العالمين ويا مجيب السائلين اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار واعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اعتق رقاب المسلمين جميعا من النار نسألك الجنة مع الابرار واحسن ختامنا وتولى أمرنا آمين آمين لا أرضى بواحدة حتى وبلغها مليون آمين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمها ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم شهر رمضان أنزل فيه القرآن والقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية اللي بعدها تماما قال الله عز وجل فيها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كيف حالك مع القرآن نحن خلاص دخلين على عشرين رمضان والبساط ينسحب من تحت أقدام الصائمين فرمضان ربح فيهم الربح نسأل الله أن يجعلنا من الرابحين وأن يعتق رقابنا من النار وأن يعلي شأننا وأن يبيض يوم القيامة وجهنا وأن يكتبنا من الناجين من النار اللهم أمين يا رب العالمين ربح فيهم الربح وخسر فيهم من خسر طيب شهر رمضان ده اسم شهر القرآن يعني هو شهر القرآن إنك تقرأ القرآن الكريم إنك تتدبر معاني القرآن الكريم هو الصيام مش الامتناع عن الطعام والشراب من الفجر إلى أزان المغرب لا مش دو بس في عبادات ترفع درجتك عند ربنا سبحانه وتعالى القرآن يرفع درجتك عند ربنا عز وجل القرآن ينجيك من الهم والغم والكرب القرآن يجعل صدرك ليس ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ولكن يشرح صدرك القرآن الكريم حالك معاه وصلت للجزء الكام قرأت كم جزء بتدبر عشت كام آية من القرآن الكريم وذرفت عيناك بالدموع كم مرة سمعت آية من القرآن ربنا بيقول لك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وطبقت الآية ورحت للمسجد وخشعت في الصلاة كم آية وانت ابتقرأ من القرآن الكريم لما ربنا قال لك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وعشان عشتك ما تباش ضنك ذكرت ربنا اللي هو القرآن الكريم كم مرة قرأت الآية التي تقول وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فرجعت للقرآن وقرأت القرآن الكريم كم مرة قرأت الآية اللي بتقول في كتاب الله في رمضان في كتاب الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فرجعت بسرعة وصلت الأرحام كم مرة قرأت من كتاب الله عز وجل يمحق الله الربى ويربي الصدقات وطبقت الآية وتركت الربى وأخذت رأس مالك وأخذت رأس مالك وتركت الحرام والتجأت إلى الحلال بسبب سماعك لآية أو قرأت آية من كتاب الله كم مرة سمعت آية من كتاب الله في سورة البقرة أو في سورة ألا عمران والله عز وجل يقول لك محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أو في الآية في سورة آل عمران يقول الله عز وجل وما محمد إلا رسول فخرجت قد خلت من قبله الرسل إلى آخر الآية فخرجت من الآية وأكثرت الصلاة والسلام على رسول الله كم مرة كم مرة القرآن أثر فيك في رمضان كم مرة قرأت جزء أو اثنين والآية دخلت قلبك فظرفت عيناك بالدموع العبرة ليست بكثرة الأجزاء العبرة مش إنك ختمت القرآن عشر مرات أو عشرين مرة العبرة مش في كده العبرة إن كام آية لمست قلبك لمست قلبك بعض العلماء يقول لك إن أن الإنسان يقرأ القرآن ويخلص الآية يقرأ القرآن ويدور حوالين الآيات ويخلص الصورة ويقرأ الآيات إلى أن يقف عند آية تدخل الآية إلى قلبه فتدمع عيناه خشية من الله رب العالمين القرآن فيه ليه القرآن القرآن نزل جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن نزل مرة واحدة كله الستة لاف متين ستة وتلاتين آية المية واربعتاشر سورة التلاتين جزء كل القرآن نزل على النبي مرة واحدة امته في ليلة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إننا أنزلناه في ليلة مباركة وقال الله أنزلناه اللي هو القرآن أنزلناه إلهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به يعني الهاء عائدة على القرآن الكريم لذلك قال الله عز وجل في سورة القدر إننا أنزلناه اللي هو ايه القرآن إننا أنزلناه في ليلة الايه القدر يبقى القرآن نزل كله على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر لذلك احنا عايزين نحافظ على القرآن نشد حلنا شوية في رمضان في الأيام الباقيات إنك تحافظ على كتاب الله تقرأ آيات الله تتدبر معاني القرآن الكريم تعيش مع القرآن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ اقرأ ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ما تصلى على رسول الله يعني ربنا بيجيب قرئ القرآن يوم القيامة ربنا يوقفه ويقول له اقرأ ورقا يعني ارتفع بدرجاتك كل ما تقرأ أكثر درجتك ترتفع في الجنان وعند الرحمن اقرأ ورقا يعني ارتفع اقرأ ورقا ورتل زي ما كنت بترتل فين في الدنيا الدنيا كنت محافظ على القرآن الكريم بتتدبر معاني القرآن الكريم ما كنت هاجرا لكتاب الله رب العالمين ربنا يجيبك يوم القيامة ويقول لك اقرأ ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وحض ربك وقل لا له إلا الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ما حسب نفسك ولا مش ما سيب نفسك سيب نفسك ده احنا مرة ذكرنا ان الفاتحة فيها 14 مليون 399 ألف حسنة ده في غير رمضان صورة الفاتحة بس فيها 14 مليون 399 ألف حسنة لما تقرأ الفاتحة في الفرائض وذكرنا الكلام ده طب في رمضان بقى ثواب الفاتحة في رمضان الأمر بيتضاعف وبيزيد فأنت ما تخرجش من رمضان وإنت غفلان وإنت بعيد عن كتاب الله عز وجل شهر رمضان ده شهر القرآن أنا عايزك تصلي على الواحد الديان الكلام فيها كثير القرآن شفاء لما في الصدور قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء دخل رجل قد تجاوز الستين عاما من عمره دخل إلى الطبيب حتى يجري له عملية جراحية وذهب إلى الطبيب وقال له يا دكتور إني أريد إجراء عملية معضلة فما تقول قال سوف أقوم بعمل لازم قال ولكن لي شرط قال ما هو شرطك قال أن تتركني ساعة قبل إجراء العملية تسيبني ساعة قبل إجراء العملية الجراحية التي سوف تستغرق أكثر من أربع ساعات قال ولما قال لأنني أختم القرآن الكريم كل ثلاثة أيام العملية هتصل على الورد بتاعي يعني بيقرأ في اليوم ما يقرب أو عشرة أجزاء في يومه هم تلاتين جزء عشر أجزاء عشر أجزاء عشر أجزاء يعني بيختم القرآن كل ثلاثة أيام فأنا مش هنقدر العملية والتعب والبهدلة وبعد العملية لا أستطيع أن أقرأ القرآن يا دكتور قالوا ماذا تريد؟ قال تركني لله ساعة قبل إجراء العملية وأنا بقرأ وحافظ أصلاً وأنا بقرأ القرآن بعد الساعة اجعل دكتور التخدير يضع حقنة التخدير وأنا بنقرأ القرآن بعد ساعة وأنا بنقرأ اجعل دكتور التخدير يضع حقنة التخدير وسوف أسترسل وأكون مع الله رب العالمين أنا عايز نكمل الوردل عليه شوف الناس في أحلك المواقف وهو بيجري عملية جراحية كاد أن يموت عملية جراحية وهو بينه بينه وبين ربنا حال مش عايز يقطع الحال اللي بينه وبين ربنا وإحنا عندنا الأوقات وعندنا الساعات نضحك ونهزر ونلعب وتغفل عن شهر القرآن وبالفعل سابوا يقرأ القرآن ساعة كاملة إلى أن جاء دكتور التخدير ووضع حقنة التخدير في جسده وبعدما وضعها غاب عن الوعي ولكن بعد وقت بكى الدكتور بكاءً شديدًا لما؟ قال والله ده الدكتور اللي بيقول والله بعدما أخذ المريض حقنة التخدير لم يقف لسانه عن قراءة القرآن حتى انتهينا من إجراء العملية الورد شغال حتى بعد حقن التخدير وهو مغيب لسانه لم يقف لحظة واحدة حتى انتهى من ورده بعد أربع ساعات لم يقف لسانه عن قراءة القرآن يا جماعة هو ده لسانك زي أنت معيشت على إيه؟ تلاقي لسانك بيقوله وأنت بتموت شوف أنت عيشت على إيه؟ تلاقيك أنت بتحلم بإيه؟ شوف أنت عايش بكتابة الله تلاقي النتيجة إيه؟ أنا عايزك تصلي على رسول الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى أين بتعدي؟ والأعمار بيضرب بنا وأنا ذكرت قبل ذلك اجعل رمضان دهوت وكأنه آخر وكأنه آخر رمضان يأتي عليك اتعامل مع رمضان الذي أنت فيه؟ إنه آخر رمضان هيجع عليك شوف هتعمل فيه؟ هتكطر فيه من الصلاة هتكطر فيه من الزكاة هتكطر فيه من قراءة القرآن هتكطر فيه من مجالس الزكر والتزبيح والتحميد والتهليل والتكبير يبقى البند القرآن الكريم بالله عليك يا أخي لا تهجره ياخد فيه حاجة اسمها هجر تدبر وهجر تلاوة اوعى تهجر القرآن حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه دائما يوصي أصحابه دائما بإيه؟ بالقرآن كان لما شاب يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويريد أن يتزوج شاب عايزي تجاوز أراد أن يتزوج يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما معك من القرآن أنت معك إيه من القرآن حافظ إيه من القرآن عشان تتزوج النهاردة اللي بيدخل لك تقول له أنت معك كم ألف هتدفعه في ست الهانم وهتجيب إيه وتعمل إيه وتخلي إيه وتدب زواجه ما يعلم بها لربنا لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن له قيمة كبيرة جداً كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما معك من كتاب الله يقول يا رسول الله أن أحفظ مثلاً البقرة وآل عمران وإلى آخره يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتحفظها ولا بتقرأها بس قال أحفظها يقول له النبي أتحفظها عن ظهر قال بسمع كان يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم ويتزوج بالقرآن لقيمة القرآن في ذلك الوقت لذلك حينما تركنا القرآن الكريم بازت حياتنا بازت حياتنا والله لما تركنا القرآن حسنا بعيش ضنك لما تركنا القرآن حصل في اكتئاب لما تركنا القرآن تلاقي الإنسان مهموم ومكروب ومضايق لما تركنا القرآن زادت الأمراض النفسية وزادت الأمراض العضوية لأن علاج الهم والغم والكرب والمرض وعلاج الاكتئاب كل ذلك موجود في كتاب الله أضرب مثالاً قال الله ألا بذكر الله تطمئني القلوب أو البند القرآن وفيه كلام كتير جداً البند الثاني اللي أنا عايز أتكلم فيه بعد القرآن ربنا قال لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الدعاء طب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم صلى عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للصائم دعوة إن للصائم دعوة لا ترد عند فطره خلي بالك الصائم له دعوة كل يوم عند فطره ربنا بيستجيبها على طول واحد يقول لي يا مولانا عند فطره إمتى يعني؟ يعني قبل ما ناخد الطمرة ولا بعد ما ناخد الطمرة ولا قبل ما ناكل ونشرب الميا ولا بعد ما نفطر عند فطره دي إمتى؟ عند فطره قالها العلماء يعني قبل الإفطار بربع ساعة وبعد الإفطار مباشرة عندك الوقت بتاع الإفطار ده كله الدعاء فيه إيه؟ مستجاب دي اسمها عند فطره تدعي تدعي يا عم ده فيه بعض الناس بيرتبوا كل يوم دعوة كده خاصة واحد يقول النهاردة أنا هندعى ربنا ما هي فرصة هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما ولم يحدث؟ ده الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام والصادق الأمين بيجيب من مين؟ من الله الحق فلما للصائم دعوة لا ترد عند الفطر يبقى فيه دعوة لا ترد عند الفطر يبقى استغلها في بعض الناس يقول أنا النهاردة هندعي الأبوية الله يرحمه ويكتب الدعوة بكرة هندعي الأولادي أن ربنا يبرك فيهم ويهديهم ويجعلهم من حفظة كتاب الله طيب اليوم التالت هندعي للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اليوم الرابع هندعي أن ربنا يسطرها معايا في الدنيا والآخرة ويدخلنا الجنة اليوم الخامس هندعى ربنا أن يعتق رقابي رقابتي ورقاب المسلمين جميعا من النار رتب دعوات يا أخي ما تستهزاش بالدعاء يا عم تستهز بالدعاء ليه؟ اوعى تنسى وتجي داخل على الصفرة تنك وتأكل كل 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 يا عم الأكل مش هيطير بس ما تنساش نفسك أصل الأكل ده هتأكل ما فيش مشاكل الأكل ما هوش هيطير ما لتعمل ايه؟ تكون مرتب لنفسك دعوة تكون صايم طول النهار صايم وتعبان وشغال وتجي تنسى نفسك مش تنسى نفسك إنك ما تكلش تنسى نفسك بدعوة ربنا هيستجبها لك إذا كنت مديون قول يا ربي يا ربي سد الديني إذا كنت مكروب قول يا ربي اكشف كربي إذا كان ابنك تعبك قول يا ربي هدي ابني إذا كانت الدنيا ضيجة بيك في مشاكل كتير قول يا ربي فرجه ما هو إذا سألت فسأل ايه؟ فانت يا حبيبي لأ رتب لنفسك كل يوم دعوة إن هي ما تروحش منك للصائم دعوة لا ترد الدعاء مخ العبادة من لم يدعو الله يغضب عليه هنختم كلامي بموقف صغير امرأة في عهد سيدنا موسى امرأة زهبت إلى كليم الله موسى وقالت له يا كليم الله إني أريد أن أنجب طفلا أنا أريد أن أجيب طفل صغير فذهب سيدنا موسى إلى الله وقال يا ربي إن امرأة من بني إسرائيل تريد أن تنجب طفلا فقال الله عز وجل له يا كليمي إني كتبتها عقيما أنا كتبتها عقيم يعني مش هتخلف فذهب سيدنا موسى إلى المرأة وقال لها يا أمة الله إن الله قال لي إنه كتبك عقيما مش هتخلفي فقالت يا كليم الرحمن اذهب إليه مرة أخرى فإنه الرحيم وقل له إنني أريد أن أنجب طفلا فذهب سيدنا موسى مرة ثانية فقال الله عز وجل له يا كليمي إني كتبتها عقيما فرجع إليها سيدنا موسى وقال إن الله قد كتبك عقيما مش هتخلف يا سيد فذهبت المرأة وتركت سيدنا موسى وبعد وقت عام أو اثنين أكثر من عامين قابلها سيدنا موسى وفي يدها طفل رضيع السلام عليك يا كليم الله عليك السلام يا أمة الله من هذا الطفل؟ طفل من؟ قالت له إن الله عز وجل رزقني به قال سبحان الله منذ متى؟ قالت له منذ عامين فذهب سيدنا موسى إلى الله وقال يا ربي إنك قد كتبت هذه المرأة عقيما فكيف جاءت بطفل وأنت لم تكتب لها الخلفة والإنجاب قال له يا كليمي حينما ذهبت أنت إليها وقلت لها إن الله قد كتبك عقيما ولن تنجبين فكانت تدعوني وتقول يا رحيم وفي المرة الثانية ذكرت لها أنها لم تنجب فقالت لي يا رحيم وهل هناك رحيم غيري يا كليمي فسبق دعاؤها قدري سبق دعاؤها إيه؟ قدري فرزقتها الولد الدعاء الدعاء يغير الأخدار يا أخي سيدنا زكريا عنده أكثر من تمانين سنة رحل مين؟ رحل الله سبحانه وتعالى وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تزرني فرداً يا ربي ما تسبنيش لوحدي ربي لا تزرني فرداً وأنت خير الوارثين وامرتك تعاقر ما بتخلفش عنده أكثر من سبعين سنة وأنت خير الوارثين في صورة الأنبياء ربنا قالك فاستجبنا له يعني ربنا رازق الولد لسيدنا زكريا هو عنده أكثر من تمانين سنة وامراته حملت وهي عندها أكثر من سبعين أو خمسة وسبعين سنة هتتعجب من إرادة الله؟ بس جاء ذلك بسبب الدعاء والقرب من الله عز وجل أو كما قال التائب حبيب الرحمن الحمد لله رب العالمين ولا عقبة المتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وعدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد الأمين صلى عليه الله جل جلالهما لاح نور في البروق اللمعي بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إبا في عنصرين ما تنسهمش القرآن تحافظ على القرآن تتدبر معاني القرآن تجعل القرآن دستور حياه لك كان صحابة النبي يسمعون الآية ويطبقونها كل آية يسمعوا ويطبقوها لذلك سيدنا عمر حافظ البقرة في عشر أو حداشر سنة يبقى أول شيء القرآن تاني شيء الدعاء تدعي 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 ربنا باللي وجعك أي حاجة وجعك روح لربنا سبحانه وتعالى والله هيكشف عنك هيكشف ممكن إنسان مريض بقاله سنين سنين تيجي في رمضان دهوت وتدعيه كم من إنسان بياخد علاج بقاله أعوام تيجي في رمضان قبل الإفطار أو معك من عند الصحور ونازل لحد الإفطار تدعي ربنا سبحانه وتعالى